اشتركوا في القناة فاولا اخواني نفتح نفدة جديدة عند الدخول اليها تظهرنا لنا الواجهة بهذا الشكل فليس هناك اي قياسات فقبل البداية نحن نحدد القياس الذي نريد ان ننشأ به الكتاب فهذا هو الموقع الذي يعطينا مثلا نريد اختيار بوك 6 9 انش فهنا المقابل بالسنتيمتر لان الpowerpoint لا يقبل الانش ثم نأتي الى هنا creation maison page ثم نختار القياسات التي نريدها ثم نقوم بنسخ هذه القياسات ونضعه هنا هنا العرض large ثم هنا الطول وبهذا نكون قد انشأنا القياس الخاص بالكوفر او المحتوى كتابنا الان كيف نقوم بانشاء المحتوى او برسم الخطوط او الاشكال فاولا نذهب الى امازون لنختار النيتش الذي نشتغل فيه ثم نشاهد المنافسين طريقة وضعهم المحتوى فمثلا اول شيء نتحقق من الاختيار بوكس ثم نقوم مثلا باختيار نيتش الخاص بنا انا ساختار نوتبوك مثلا ثم اختار النموذج الاول يبدو ان هذا النموذج لا يمكن ان اطلع على محتوى لذا ساذهب واختار نموذج اخر من الاحسن ثم نختار هذا النموذج كذلك ندخل من هنا هنا غلاف الكتاب وهنا المحتوى فانظر صديقي فهذا المحتوى بسيط جدا لا يتطلب مهارات كبيرة فاخي عند تعلمك لطريقة انشاء هذه الخطوط والمحتوى البسيط فيمكنك من بعد ان تحترف وان تشكل اشكال حسب ما تريد انت فاولا ندب الى هذا الخيار كوادرياج حتى تظهر هذه النقط هذه النقط تسهل لنا حساب المسافات بين الخطوط ثم نقوم بذهب الى هذه الخانة واختيار رسم ونذهب مجددا الى الخانة ثم نذهب مجددا ونختار خط اخر ثم بعدها خط ثالث هنا انتهت المهمة نقوم بسيلكسيوني لهذه الخطوط كوبي كولي او كونترول سي كونترول في ونقوم بجر هذه الخطوط حتى تتساوى مع اخوانها ثم نقوم كذلك بكوبي كولي هكذا كوبي مرة اخرى ثم نتمم هذه الخطوط على طول الصفحة ثم نتمم هذه الخطوط على طول الصفحة عند الاتهاء نقوم بازالة الكودرياج فهكذا ستظهر لنا الصورة او المحتوى داخل الكتاب نقوم بالتعديل عليه قليلا فأي تعديل يبدو لك مناسبا قم به لان الاختلاف هو الذي يجعله منك بائعا بائعا محترفا فنأتي بهذا القلب مثلا نضعه داخل الكتاب احدى الاخي فنحن هنا نتعامل باللونين الابيض والاسود لذلك يجب علينا التعديل على لون هذا القلب نذهب هنا ثم نختار هذا الاختيار فهكذا سوف تظهر ثم نختار ثم نذهب هنا ثم نذهب هنا ونختار ثم نقوم بنسخ الصفحة هنا الى 120 نسخة بكل بساطة ما عليك الا نسخها ولسقها في هذه الوجهة جانبا وعند حصولك على 120 صفحة توقف ونرجع الى الصفحة الاولى فدائما الصفحة الاولى اخي يكون فيها تقديم للكتاب او تقديم يعني اسم صاحب المذكرة ويمكنك وضع هنا رسوم او شيء معبر كمقدمة للمذكرة لك حرية الاختيار فانا مثلا هنا ساكتب صاحب الكتاب او هذا الكتاب لي نضعه هنا ثم نختار مكان ليضعه فيه صاحب المذكرة اسمه ثم بعدها نضع شكل مثلا هذا القلب نحاول تعديله ليظهر وسط الصورة ليضفي جمالي عليها ثم نقوم بعدها بحفظ هذا المحتوى على شكل بي دي اف لان امازون تقبل دائما الكوفر والكونتنت دائما بي دي اف كان هذا هو درسنا لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الاصدقاء والاشتراك في القناة والضغط على زر جيم ومحاولة تفعيل الجرس حتى يصلك الفيديو دائما انت الاول ودمتم سالمين معافين اخواني الكرام اشتركوا في القناة